أعراب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر عن اعتزازه بما تمتلكه البحرين من طاقات وكفاءات بشرية متميزة أهلتها لتبوء مستويات متقدمة في كافة المجالات مؤكدا سموه أن الحكومة أعطت أهمية قصوى لمسألة تنمية القدرات البشرية في مختلف ميادين العمل والإنتاج ما وضع المملكة في مكانها البارز عالميا في مؤشرات التنمية البشرية وقال سموه إن البحرين تزخر بالكفاءات في مختلف التخصصات وهي مصدر فخر واعتزاز وتعد عنصرا داعما في الحفاظ على ريادة وتنافسية البحرين على مختلف الأصعد وشدد سموه على أن الحكومة ماضية في مبادراتها لتطوير البنية التحتية والارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية في جميع قرى ومدن البحرين وأنها لن تدخر جهدا في سبيل النهوض بمستوى الخدمات ورفع معدلات النمو في جميع المجالات جاء ذلك لدى استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بقصر الإيضابية صباح اليوم عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وعددا من أعضاء السلطة التشريعية والنخب الفكرية والاقتصادية حيث استمع سموه منهم إلى العديد من الموضوعات المرتبطة بالشأن المحلي وما يطرحه المواطنون من قضايا متنوعة في شتى مناحي الحياة وعرب سموه عن خالص شكره وتقديره لأعضاء مجلسي النواب والشورى على ما يولونه من اهتمام بتعزيز التعاون مع السلطة التنفيذية في كل ما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين منهويا سموه إلى أن الحكومة تبادلهم ذات الاهتمام والتصميم على توسيع أفق التعاون بين السلطتين وتقويته بما يخدم الأهداف المشتركة في الارتقاء بمسيرة العمل الوطني في مختلف المجالات وأكد سموه على حرص الحكومة على تحقيق كل ما يتطلع إليه المواطنون من خدمات حديثة ومتطورة من خلال خطط وبرامج تراعي الاحتياجات التنموية المتزايدة وتواكب وطيرة التوسع والنمو العمراني الذي تشهده المملكة ودعا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الحفاظ على الموروث الوطني من الصناعات والحرف التقليدية والتي تشكل جزءا مهما من الذاكرة الوطنية والعمل على إعداد البرامج التي تحفز الأجيال الجديدة للحفاظ عليها والعمل على تطويرها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر